مرة أخرى تسعى واشنطن لإنقاذ إسرائيل في المحافل الدولية فقد شنت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من الانتقادات لمحكمة الجنايات الدولية واعتبرت قرار المحكمة المتمثل بفتح تحقيق أولي في جرائم حرب إسرائيلية مهزلة مأساوية بحسب وصفها على المستوى السياسي الإسرائيلي أكد وزير خارجية الاحتلال فيكتور ليبرمن أن إسرائيل لن تتعاون مع محكمة الجنايات الدولية فيما رأى خبراء قانونيون فلسطينيون أن المعركة الفلسطينية القضائية بدأت على أرض الواقع قدمنا بملفين أساسيين الملف الأول بأن الاستيطان جريمة حرب مستمرة وهي جريمة حرب حسب نظام روما خاصة المادة الثامنة الفكرة بها بالإضافة إلى الجرائم التي تم ارتكابها في الحرب الأخيرة والتي استمرت تقريبا إلى شهرين في قطاع غزة والتي قتل فيها 2140 وجرح أكثر من 11 ألف بالإضافة إلى هدب أكثر من 97 ألف بشكل كامل أو جزئي وكانت محكمة الجنايات الدولية أعلنت فتح تحقيق أولي وهو مرحلة جمع المعلومات حول جرائم حرب ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين الأمر الذي لقى ترحيبا فلسطينيا على المستويات كافة سنمضي قدما في مسار ذهابنا إلى المحكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن مرة وثالثة وثانية ورابعة وغيره إلى أن يتم إحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني تخشى إسرائيل من توجه القيادة الفلسطينية إلى الجنائية الدولية لأمرين لأن إسرائيل لها صابق تجربة من بعض الحكومات الأوروبية التي منعت بعض القيادات الإسرائيلية من دخول أراضيها والأمر الثاني تدرك إسرائيل جيدا أنها بحاجة إلى الدعم الدولي وفي ظل توجه المجتمع الفلسطيني إلى الجنائية الدولية رغم أن إسرائيل غير موقع على هذه المعاهدة وبالتالي تعتبر نفسها خارج إطار المحاسبة والمسؤولية لكن هذا يأتي في إطار تشويه سمعة إسرائيل وكان الرئيس محمود عباس قد وقع عشرين اتفاقية دولية مع بداية عام 2015 منها اتفاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد يوم واحد من فشل مشروع قرار فلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال بحلول عام 2017 من مدينة رام الله نزر حبش تلفزيون وطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة